ثلاثون واربعون دقيقة عبدالعشية هذه الأخبار متواصلة وتوقف عند ملف آخر يتعلق أساساً باليوم يوم الذاكرة والحديث عن بطولة الذاكرة التي أثبت من خلالها عدد كبير من الجزائرين تفوقهم خاصة في مسابقات دولية اليوم توقف عند هذا الموضوع بحضور كل من سلاح الدين جيلح وهو مؤسس بطولة الذاكرة للمحترفين ورسين عبدالقادر المصنف الثاني عربياً في بطولة العالة أهلاً بك رسين أهلاً بك سلاح الدين مرحباً بكم إذن اليوم نتحدث عن بطولة الذاكرة نعود نتحدث عن المسابقات الذاكرة في حد ذاتها المناسبة هذه الأيام لأن يوم الخميس ستكون هناك إحياء ليوم الذاكرة ليستمع أن نوصلنا لإحياء يوم الذاكرة يعرف بأن هذه المسابقة أصبحت لها أهمية حتى على صعيد العالمي نعم نحن في منذ 2012 ننشط في مجال الذاكرة شاركنا في عديد من البطولات العالمية في لندن في الصين وكذلك في سنجابور هذه المشاركات التي كانت آخرها أننا تحصلنا على المرتبة الثالثة عالمياً ممثلين للجزائر كانت نتيجة رائعة جداً الآن حبينا ننتقل من هذه النخبة من عمل النخبوي إلى أن ننشره فخصصنا يوم الخميس هو يوم الذاكرة بحضور أسماء عالمية منهم دومينيك أوبرايان بطل العالم لثمان مرات هو بريطاني وهو مسجل كذلك في كتاب جينس الأرقام القياسية في حفظ 25 علبة من نظرة واحدة فقط حبينا يعطينا خبرته من خلال تواجده هنا في الجزائر لها مش تكون يوم الجمعة أو السبت المواليين 14 و15 تكون بطولة الذاكرة للمحترفين يعني ستكون هذه البطولة ممتاز معك عسين الآن بمصنف ثاني عربي في بطولة العالم الاهتمام بهذا الموضوع موضوع ذاكي خاصة ما بين الشباب وتفوق الجزائريين وش لازم نفهمه من هذا الأمر أنه الجزائري يتفوق وهتم بهذا المجال ما هو سبب الاهتمام متزايد بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم هي يعني كل شباب جزائري في مواهب في يعني طاقات إيجابية شتى في كل مجالات اهتمامنا يعني اهتمام الشباب خاصة في مجال ذاكرة كان يعني تحدث على شخصي كان بسبب الأختاعي حيالي كان قوله شيء مكتسب يعني شيء ليس فطري شيء مكتسب اتطور فيه أصبح من المراتب الأولى أنا يعني مشيت على نهجوه الحمد لله يربي أصبحت مصنف ثاني عربيا ورا يعني كل يوم كل أسبوع نديروا دورات تدريبية حابين يعني نجيبوا جيل جديد يحفظ على مرتبة الجزائر مرتبة الأولى عربيا وإن شاء الله المرتبة أولى عالميا راسين قبل ما نختم هذا النقاش خلينا فقط نحن نضعك تحت الاختبار وهذه للمشاهدين سنضع راسين تحت الاختبار وهو المصنف الثاني عربيا في بطولة العالم للذاكرة نعود لك سلاح الدين نقطة مهمة جدا أنه نتكلم على تفوق جزائري في مجالات مسابقات مماثلة على غيرها مسابقة ذاكرة لكن بالنسبة لي لو رحنا المجال آخر وهو التعليم الدراسة في الجزائر نعاني منها مشاكل جمع متى يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة حتى نضحها في المقرارات الدراسية هل هناك إمكانية أو هل هناك دول أخذت هذه النقطة بعين الاعتبار؟ طبعا لما نتكلم على الجانب بين الذاكرة وبين التعليم يعني هناك كما نقوله بين الجامعات وبين المصانع نحن منذ تقريبا عندنا حوالي الآن سنتين أخذنا شعار شعار المؤسسة انتعنا هو نعطي للذاكرة معنا معناتها أننا نجعل للذاكرة لحفظ الأرقام والذاكرة الخارقة نعطيها معنا تأثير عملي فبدأنا نسقطها على التعليم خصوصا نسقطها على التعليم من خلال البرامج هذا العام رايحين أطلقنا برنامج الجديد هو برنامج ابني متفوق بحيث أن الطفل بهذه التقنيات نخله يحفظ برنامج مثلا خامسة ابتدائي حفظا كاملا حفظ مع الفهم هذه نقطة مهمة أشاطة لها الحفظ بالفهم يعني حتى اللي تابعنا لا يقول بأنه حفظ آلي فقط نحن لا نحفظوش الحفظ الأصم يعني لا نحفظوش كلمة كلمة حرف حرف نقطة نقطة لا نحفظو روح المعنى والله روح العبارة لذلك هذا البرنامج ابني متفوق رايح يشمل سنة خمسة ابتدائي ورايحين يتخلصوا الأمهات والأباء والأولياء من مشكة أنه يحفظ فيهم ويرجعلوا ويقول لنصى معناتها هذا الإنجاز العربي اللي حققناها السنة الماضية والإنجاز الجزائري تحديدا اللي حققناها السنة الماضية رايحين نسقطه على المدرسة وإن شاء الله ننتمنعه أحد السنوات اشتغلنا حوالي 7000 تلميذة مع المدرية التربية لولاية بومرداز وطبقنا عليهم مشروع موجة النجاح وكانت نتائج رائعة جدا إحنا إن شاء الله مع وزارة التربية إن شاء الله إحنا رأنا نكيفه في هذه البرنامج لكي تستفيد منها يعني المنظمة التربوية نتاعنا وكتقنيات وإن شاء الله يكون تصنيف الجزائر إن شاء الله جيد في مجال الذاكرة وفي مجال التعليم ونخدمه بعضنا بعضنا من أجل هذا الوطن أكيد صالح نقطة مهمة جدا وتجربتك أنت راسين هل كنت تعتقد أنك ستكون لديك القدرة على الحفظ يعني القدرة العقلية لأن البعض من خلال يعني في العالم ككل هذه المسابقة الذاكرة أثبتت أن العقل البشي لديه قدرات كبيرة وربما ليست مستغلة أصلا صحيح صحيح في الأول يعني كنت أشاهد بعض الفيديوهات لأبطال العالم وأبطال العرب خاصة البطال يحيار أسين كنت أرى أن هذا الشيء يعني غير ما اقتنعت به في الأول يعني قبل ما أعرف قدرات دماغ الإنسان الطبيعي وحتى نشيره بدأت يعني في فترة يعني ليست فترة يعني وأنتك صغير حتى في فترة شباب يعني فترة الشباب ممكن أن نبدأوا هذه العملية هي فترة شباب وبالتدريب تختصر حتى الوقت يعني كان في أناس يعني عندهم خمسة سنين ستة سنين الحمد لله يا ربي عندي عامين لي يعني اقتحمت هذا المجال أولا يعني كيف جاتني ثقة بنفسي لأنني رأيت يعني قدرات دماغي ربي سبحانه صخرنا بقدرات هائلة في دماغنا يعني إحنا ما مستغليناها مش الحمد لله يا ربي بعد نقوله وبعد توجيهات الكوتش صلاح الدين والبطلي حيراسين يعني دخلت في تحدي مع نفسي ومع الأبطال الآخرين والحمد لله يعني يعني في مستوى نحاول يعني نقدم مستوى أفضل من هذا ما هي الأمور تغيرت في حياتك العملية بعد هذا التمالي اللي تقوم بها بشكل دوري مع الذاكرة نحكي ولا الفائدة الشخصية الآن بعيداً على أي شيء وصعب شوي أنك تتذكر وشي يعملون الناس كامل لكن شرح لنا أكثر هي تقريباً أصبح يعني أولاً عندي النسيان والتذكر يعني شيئاً سهلان جداً يعني نتذكر يعني بدون ما بدون تعب وأنسى يعني أنا أريد أن أنسى شيء أنسى يعني نقطة مهمة أنه البعض مهمة جداً تتعلق بالنسيان يعني قضاءات العقلية المتخصصين حسب بعض القراءات نقول لك لابد من أنه الذاكرة أو هذا العقل أنه يفرغ من معلومات وتوضع فيه معلومات أخرى وغيره هل هناك هذه التقنية كذلك تقومون طبعاً في هذا المجال نعرفه هما كمتنافسين ممكن يشاركوا بطولة وربطولة فالكم الذي يحفظه في هذه البطولة هم مش محتاجينه لذلك نحن أدنى ذاكرة قصيرة المدى متوسطة وكين طويلة المدى كين مرات حتى ممكن أقل من ذاكرة قصيرة المدى ممكن حتى هما يمحوا هذه المعلومات وينساوها يعني التحكم تعني أننا نذكره وأننا ننساوه فقط يعني يكون إرادي يعني يكون إرادي كين أشياء ممكن نحتاج نحفظها ونخليها عندي مثلاً نحفظ القرآن ونخليها عدي نحفظ دروسي ونخليها عندي ودرجة الاستعمال وتكرار طبعاً كين من بين المخطط اللي وضعه طوني بوزان كين على خمس مراحل كين تتذكر على نصف على ساعة وكين على 24 ساعة أو كين على أسبوع أو شهر بيش تقدر ترسخ فقط من النقطة اللي أشرت إليها أنا في بطولة العالم الماضية تصادف وتلتقيت مع واحد صيني مشارك زايد سنة 35 1935 يعني أمر حوالي 83 سنة أخرت معها صورة استغربت كيف يتنافس بطولات العالم الماضي هي ثقافة ثقافة لأن العمر لا يجب أن نربطه أو الأمور التي نقوم بها لا يجب أن نربطها بعمر معين وإحنا في الجزائر التمييز التعنى الوحيد مش فقط النتائج عربياً وأفريقياً وعالمياً أننا تميزنا عالمياً أننا حبينا ندخله طبعاً رفقة الآن يحيى رسين في هذه اللحظات بطل العرب المصنف الأول عربياً يعكف على تسهيل حفظ برنامج الابتدائي للتلميز وهذه نقطة مهمة جداً سيكون هناك تأثير واقعي لا تبقى فقط مجرد ترفيه ننتقل من هذه من الترفيه ننتقل للواقع الإنسان أنه تساعده في دراسته في حياته في كل تفاصيل أكيد ومدام وصلنا إلى نقطة مهمة جداً أن هناك تطور في التمرين لاحظنا أنه كائن متعلق بالأرقام بالحروف وغيره لكن يومناسين اختبار الذي سنخضع أكله قمت بتعلمه عملية حفظ حفظ لبطاقات لعبة البوكر أو لتسميوها أنتم هي بطاقات الحفظ لعبة الذاكرة يعني هذه الأوراق أو البطاقات التي أمنيتها في يدي سأقوم بخلطها مباشرة بدون هكذا يجب خلطها جيداً يعني أنا لا ألعب في العادة هذا النوعية إذا كان رجالي ربما يكونوا سريعين في خلطها أنا شوية على كلين أنا أقوم بخلطها جيداً وبعد ذلك تقديمها رسيم الذي سيعد ترتيبها هكذا لا سوف أحفظها يعني لحسب ترتيبها لحسب الشكل اللي أعطيتين اللي أعطيهولك نحفظها والرجح يعني هذه نقطة مهمة جداً يعني خلطها جيداً لكن هو سيقوم بحفظها بالطريقة التي قمت بها وبعد ذلك يعد ترتيبها تفضل رسيم وفي خدم ذلك أن تتقوم بالعملية وطبعاً هنا كاميرات هناك كاميرات مراقبة نوصل الحديث معك سلاح الدين إلى نقطة مشارطة إليها متعلقة بأهمية الأمر بالنسبة للتعليم ويحيى ما يقوم به يحيى رسيم وهو بطل العالم تقريباً لن يؤثر عليك حديثنا يعني تركيزه لا 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 ممتاز أنه سيكون لديه أثر على المقرر الابتدائي طبعاً إحنا في الآن المشروع الجديد اللي رانا نقوم به أخذنا المقرر يعني مقرر الرسمي للوزارة التربية وقمنا بعملية تسهيل ونعلموا الأولاد أنهم كيفاش يقدروا يحفظوا هذه المواد يحفظوا المعلومات الأساسية اللي لازم يحفظوها واللي رايحين يختبروا بها خصوصاً سنة خامسة ابتدائي وإحنا أفضل من ذلك كما قلت لك النقطة الأولى أننا ما نحفظهم مش حفظ صنة النقطة الثانية أننا نعطوهم الطريقة لكي يستقلوا بذاتهم ومن بعد أنهم يستعلوها بأنفسهم في محافظ الدروس وفي تقوية ذاترتهم وهذا شيء رائع جداً أنك تجعل تسقط الذاكرة في مجالات مختلفة في الحياة وإن شاء الله نلقاهم صيغة معينة من التعاون ومن التفاعل بيش نقدروا أن نساعدوا بلا تكون نتائج التلاميذ التعناب بلا تكون نتائج مدرستنا تكون من النتائج المبهرة عالمية ولحظنا كذلك نقطة متعلقة بأولياء التلاميذ أن هناك وعي لدي ضليا تلميذ الجزائري ولحظنا حتى في كل مرة يكون هناك حضور لكم هنا في البلاتوية ويكون هناك أسئلة من طرف المواطنين يقولون كيف يمكن لأنه اهتمام الجزائري بتعليم ابنه أصبح أمر أساسي جداً أسست الذكاء وعبر الوطن نستقبله يومياً عشرات الأولياء التلاميذ مهتمين يعني دائماً اهتمام الجزائري بأبنه يقول لك أنا ما عليش بصح أبني لازم ينجح في الدراسات تعه لازم يتفوق لازم نضمن مستقبل تعليمي جيد وربما هذا الدافع وهذه الرغبة ريح تساعدنا باش نكون الجزائر تكون أفضل نفسي نكمل يعني سنخذ ذلك بعين الاعتبار خلينا الآن نشوفوا إذا نجح راسين في الاعتبار ونعلموا أنه مباشر ونحن نتحدث لكن إن شاء الله نبدأ راح نهود راسي يعني باش منشوف شل راح يقوم راح نقول لكم بالأرقام وشكل العلبة يعني من الأول من الأول من الأول خلينا نبدأ بسم الله لدينا ثلاثة شجرة سوداء اثنان شجرة سوداء اثنان معين أحمر ثمانية معين أحمر تسعة معين أحمر سبعة معين أحمر ثم ستة معين أحمر ثم جي شجرة سوداء ثم كا شجرة سوداء ثم آ قلب أسود ثم ستة قلب أحمر ثم K شجرة سوداء ثم 7 قلب أسود ثم 10 قلب أسود ثم G معين أحمر ثم A شجرة سوداء ثم K قلب أسود ثم 10 شجرة سوداء ثم 8 قلب أحمر ثم 3 معين أحمر ثم 4 شجرة سوداء ثم 10 قلب أحمر ثم ستة شجرة سوداء ثم تسعة قلب أحمر ثم اثنان قلب أحمر ثم جي قلب أحمر ثم أربعة معين أحمر ثم سبعة شجرة سوداء ثم جي قلب أسود ثم ثلاثة قلب أحمر ثم تسعة قلب أسود ثم أربعة قلب أسود ثم 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 أربعة قلب أسود ثم ثلاثة قلب أسود ثم أربعة قلب أحمر ثم كي قلب أحمر ثم خمسة شجرة سوداء ثم خمسة معين أحمر ثم كي معين أحمر ثم عشرة معين أحمر ثم آسف ثم آق معين أحمر ثم خمسة قلب أحمر قلب أسود ثم إثنان قلب أسود ثم تسعة شجرة سوداء ثم كا قلب أسود ثم ستة قلب أسود ثم خمسة قلب أحمر ثم قلب أحمر ثم كامعين أحمر ثم مربع قلب أحمر ثم 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 عico شجر سوداء ثم سبع قلب أحمر برافو شكرا كان هذا تمرين عن المباشر لإختبار داكرة دعنا نذكر المشاهدين فقط أن هذه البطاقات هي فقط لحفظ وليست لها علاقة بأي اللعبة التي ربما للجزائريين عندهم أمر صلبي بالنسبة لهذه العلم اللعباء الهدف هو فقط عملية الحفظ ممتاز وكان في مدة قصيرة جدا هذا اختبار الذاكرة لمن خلال الجزائريين تفوقوا على الصعيد العالمي كلمة أخيرة ربما توجهها راسين أنت لمن يحتاجها بالفعل كذلك خاصة الأولياء فائدتها العملية يعني احنا في الأول دائما ديروا دوارات كنا نديروا دوارات بكالوريا راح نديروا دوارات للطور الابتدائي أنا دائما أقول لكل إنسان يعني إذا كان شاب أو كبير أو كهل أو امرأة ماكت في البيت أن ذاكرتك لازالت قوية يعني تحدى نفسك لأنه إمكانية لسخرة مربي سبحانه ما زال ما نش نخدم بهم نحاول أن ندربوا نحاول أن ندخلوا دوارات نحن في الخدمة يعني في أي وقت أنا أو الأخ تعي أو الأستاذ صلاح الدين جيلح مؤسس الذكاء يعني فتحين الأبواب لأي شخص حاب يتعلم وإن شاء الله راح نخرجوا نخبة جديدة تشرف الجزائر المستقبلا نتمنى لك كل التوفيق راسين على القادة المصنف ثاني عربي في بطولة العالم والذي نجح اليوم كذلك في اختبار ذاكرة على المباشر بقناة النهار سيد صلاح الدين جيلح المؤسس بطولة ذاكرة للمحترفين نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المجال وتشرفكم كذلك الجزائر دائما شكرا هذا شكرا على الاستطافة شكرا لكم كذلك على الحضور